بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله انتهت العشر الحجة رسول الله تعالى السلامة والعافية والتوفيق والبركة كما قال القائل وهب لنا بركة يباري في المال والأولاد والأعمار ونقول وهب لنا بركة يباري في العلم والأولاد والأعمار وهب لنا بركة يباري في كل شيء عالم الأسرار ولكن هل بانتهاء عشر الحجة تنتهي القربة لسان الحال قائل أجل نعم إي لأن الأمة الغالبة تتبعها الأمة المغلوبة وهذا هو حال اليهود والنصارى فإن العبادات عندهم مواسم وأيام فهذا رأس في السنة وهذا عيد كريسمس وهذا عيد الأم وهذا عيد الأب وهذا يوم الأحد وخلاص هذه مواسم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَيَرَاعًا بِيرَاعٍ حَتَّى لَسَلَكُوا جُحْرَ الضَّبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا آل يهود والنصارى قالوا فمن؟ هذا هو حال المسلمين الآن يعني العبادات عندهم عشر الحجة رمضار فصوص العشر الأواخر عندما يرتاقبون أهلة القدر وبعد ذلك أمر مقطوع الرأس والذين لا شيء قبله ولا بعده وهذا هو عين الضلال واتباع اليهود والنصارى شبراً بشبراً وذراعاً بذراعاً حتى لو سلكوا جُحْرَ الضَّبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ فقد سلكنا جُحْرَ الضَّبِّ ودخلناه هذا غير صحيح أصلاً مطلقاً هذا هو الواقع ولكنه خلاف النقل والعقل في القرآن العظيم يقول لكم هذه فكرة ما لها أصل ولا لها فرق فالله تعالى يقول وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتِ إِلَّا وَأَنْتَ مُسْلِمُونَ وَلَيْسَ وَقْتُمْ مُوتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ هل أنت ستتبلغ العشر الحجة الآتية وهل أنت قُبلت منك هذه العشر الماضية عيقينًا أو قُبلت منك رمضان الماضي وهل ستبقى مهلاً على الحالة التي كنت فيها هذا غسيل دماغ شتان ما بيننا وبين ما يقول القرآن وبين ما تحض عليه السنة النبوية وبين ما هو أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أمور السلف الصالح لما كانت ليلة القدر مجهولة هي ظنية فقط هي مجهولة قطعاً لأنها هي ظنية ليست عن يقين أنها معروف أنها ليلة مثلاً هي مجهولة في العشر أو آخر أغلب الظن وعلى كل حال فيها قول أن تسير في السنة يعني تتغير خلال السنة فالسلف الصالح من احتياطهم في العبادة كان بعضهم كل ليلة يقوم بعمل صالح حتى يوافق ليلة القدر فمن أن طيلة السنة يرتقبها ولذلك أخفى الله تعالى ليلة القدر لأن لا يستهان بوقت من أيام الدناء وأخفى طاعته التي فيها رضاه حتى لا تحتقر طاعة وأخفى معصيته التي فيها غضب حتى لا تحتقر معصية في الانتهاك وأخفى عبده الولي الخاص حتى لا يهان عبده من عباد الله تعالى وأخفى أشياء كثيرة وأخفى ليلة إساعة الجمعة حتى لا يفرط في وقت من الجمعة كلها حتى يبقى الإنسان مشغولاً بالعبادة طيلة اليوم إذن هذه المواسم التي رضب الشرع فيها ما رضب فيها لتجعله ابتدائيات ونهايات هذا غير صحيح هي رضب الشرع فيها للزيادة من الأعمال ولذلك الله سبحانه وجل جلاله يقول مادحاً لعباد الصالحين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلتوا أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما آتوا في أي وقت ويقول فيهم بمكان آخر ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبرع الليل والنهار تهير السنة طيلة السنة ثلاثمائة وستين يومات ينفقون أموالاً بالليل الليل والنهار استغراقية الليل والنهار بالليل والنهار سراً وعلانية سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبرع يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلتوا أنهم إلى ربهم راجعون يفعلون ما يفعلون يقومون الليل والنهار يصومون يتصدقون لا ينقطعون ولا تموت الله وأنت مسلم وليس وقت الموت مما يعلمون وهذا وحال هذا هو حال السنة هذا هو الذي يحض عليه القرآن العظيم هذا هو منهج السلف الصالح ولذلك بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث بخاري كان أجود الناس أجود الناس طيلة الوقت وكان أجود ما يكون في رمضان معناه أن هناك نسبة تزداد عند مواطن مواطن ظن زيادة الأجور تزداد ولذلك الحديث الصحيح ما لا ورد بالحديث؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها أدومها ليس أبدأها أو أنهها لأدومها معناها مستمر وورد في آخر الحديث ما إن الموم بتى معناها الموم قاطع لا أرضا قطعة ولا وهرا أبقى معناها ما أنهى المسافة وما أبقى الظهر الظهر تغلل شمل الحمار وقد نسميه الآن بالسيارة أو الطيارة فإذا كان في وسط الطريق تختل الطيارة أو تختل السيارة ما هي فائدة السيارة؟ ولو سرت إلى ما قبل النهاية بعشرين كيلو متر قد تموت من العطش فإن المنبتة لا أرضا قطعة ولا وهرا أبقى ما قطعت الأرض ما حصلت على الهدف وانتهيت في الطريق ولا وهرا أبقى أيضا السيارة التي أنتع عليها ما بقيته والحمارة والفرس والجمل إذن الأعمال الأعمال الدينية دائمة خلق الموت والحياة ليبلوكم أجوكم أحسن عمله مغل خلق العشر الحجة وخلق رمضان وخلق المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليبلوكم أجوكم أحسن عمله خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة ليبلوكم أجوكم أحسن عمله ليمتحنكم أيكم أحسن عملاً في أي وقت من حياتك اليوم كما يقول كما بحده الطبراني حتى ما أتذكر أحد كتب غير الصحيحين يقول اليوم السباق وغلى اليوم المضمار معناها العمل اليوم معناها حياة الإنسان اليوم المضمار الفرس عندما يراد لها السباق تضمر أياماً طويلة حتى تزول عنها الأطعمة والأشربة لتتمحض قوتها وتزول عنها تلك الإضافة الطعامية والشرابية الزايدة على الصحة لتخف اليوم المضمار وغداً استباق والغاية الجنة ومنا طيلة حياة الإنسان عبادة طيلة حياة المسلم عبادة ولا تموت إلا وأنت مسلمو وليس وقت الموت من معلم هذه الفكرة غريبة جداً هذه الفكرة يهودية أي فكرة نصرانية مواسم وبعد ذلك تنقطع العبادات تنقطع الناس من جميع الخير ومن أغرب الشيء أن هذه المواسم أدت إلى كثير من المفاسم أدت إلى كثير من المفاسم على سبيل المثال الناس صاروا ينتظرون بعبادتهم طيلة السنة رمضان حتى أنهم صاروا يؤخرون الزكاة عندما يسبعون أن رمضان تتضاعف في الأعمال فصاروا يؤخرون حتى الزكاة وهي لها وقت موقوت دعني من واحد لا يريد الاحتياط واحد يريد الاحتياط ولا يعلم متى يموت هل سيبلغ رمضان أو لا يبلغ رمضان صاروا يؤخرون صاروا يؤخرون أيضاً أعمالهم لعشر الحجة لأن هذه الأيام هي أفضل أيام السنة والواحد يبقى ينتظرها ويقول ماذا يعمل في أيام عشر الحجة وأنا من أغرب شيء أني أتذكر حياة المرابط الحاجة رحمه الله تعالى عجوبة الزمان هذا الرجل ما رأيته أحداً أدراب الزمان منه ما رأيته غير عبادته طيلة السنة غير الأمور الضرورية التراويح أو الصوم أو يعني فقط أو عندما يكون يوم عيد الفطر من رمضان يخرج من مصلاة ليخرج فطرة عيد الفطرة يعني الصعر التي يخرجها قبل وهر الشبس وإلا فعبادته مستمرة سنوياً لا غلوة فيها ولا إفراطها وأنا تعجبت من هذا وكانت الحكمة في ذلك أن الناس في أيام زمن لو أغيرت عبادات في مواسم أفضلية من شدة اعتناء الناس بها يعتقدونها واجبة أو يعتقدونها نهاية المقصودة وهذا هو الذي رأيته بعيني عندما خالطت العالم وما أتجدد من حياتي حتى في موريتانيا الآن وجدت النفسار دائماً ينتظرون رمضان وينتظرون العسر الأواخر بالأخص وحتى سبعاً وعشرين ليالي الأوتار حتى لا يكون قبلها إنفاق ولا عبادة وكذلك ينتظرون عسره الحجة وكذلك ينتظرون أشياء مواسم قاصة كأن العبادة مقصودة في ذلك وأقتلات تزيدها وسبحان الله الرحيم هذا الرجل موفق بشكل عجيب جداً عرف زمنه وعرف مفاسده وكان حجة الله تعالى على خلقه في هذا الزمن سبحان الله الرحيم كأنك تسميه حجة الإسلام في هذه الأيام عجيب عجيب جداً عجيب جداً رجل ماهر في زمنه وأنا أتعجم ممن يسميه بدوياً أو رجلاً إلا على صفة الملحي فالرجل يعني كان قد لاك الدنيا لاك مضغها قبل أن نولد ورأى الحياة بحالها يعني مشياً من غرب إفريقيا إلى بلاد الحجاز فرأى أحوال الناس فجاءت مضبوطة في عقليته فأراد أن يأخذ السنة ويغهرها أمام من أحبها أو كرهها من كرهها متزيلاً للناس يعني هذا منهج عجيب جداً يعني ذوق أنا ما رأيته كان الإنسان يريد أن يصفي السنة أمام الجميع ويقول الناس بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى الغرباء فإذا كان الإسلام غريباً كون نشتغل بالنوافر كون نشتغل بالليالي الفضلاء وننتغل العشر الأواخر نحن لسنا في أيام الإمام مالك ولسنا في أيام أواخر الخلافة الراشدة ولسنا في أيام الإمام أبي حنيفة ولا ازدهار التابعين وتمكن العلم للناس نحن في غربة الإسلام نحن في غربة الإسلام لو قلنا مثلاً هذه أيام فضلة أو أفضل فيها العمل الجاهل يعتقد أنها أهم وهذا هو الواقع حتى لسنا عندنا الأمانة العلمية ما نقول أفضل واحد عندما يقول هذه الأيام خلاص أيام السنة كذا لا يريد أن يبين أن هذه مستحسنات وأن هذه نوافل وأن هذه أمور أفضلية حيث الإنسان قام بأموره الفرضية يومية وإلا فهو تارك للفرضية اليومية حيث يقاله عاصل مشتغل بالنوافل ينتغر النوافل ينتغر الفضائل وتارك للفرائض هذا غش وفي الحديث حديث مسلم من غشنا فليس منا لماذا نحن المحاطرون أو المسؤولون عن الدعوة نغش المسلمين من غشنا فليس منا واحد جاهل لفرض عنه واحد لا ينفق طيلة السنة على أولاده ولا على زوجاته يقاله من بنى لله مسجدهم بنى الله له بيتا في الجنة ومن أنفق بياء العشر واخر وضحها أنت تركت الفرض أنت أباءك ما عندهم ما يلبسون ولا يشربون وأنت زوجتك فعلت فيها ما فعلت طلقتها من قبل عشرين سنة وأولادها تركتهم عندها أما الزوجة الآن التي عندك فأنت تعبدها ربا يعبد من دون الله تعالى حتى أنك تقدمها على فرائضك اليومية أنا كنت جالسا في دار الشيخنا المرابط حد دمين حفظه الله تعالى ورعاه ومتعنا به وشفاه وكفاه كنت جالسا وفجاء رجل من قرية قربنا وكان يقول شيء عجيب مسألة قصة كانت بحضرة شيخنا شيخ عبد الرحمن والمرابط الحاج رحمه الله المرابط الحاج طلع عمار الجميع كنا جالسين في حلقة كبيرة وكان المرابط حد دمين مريضا شفاه الله تعالى في ذلك الوقت وشفاه الآن وكنا جالسين في جاء رجل وقصة قصة عجيبة قال رأيت لكم أمر جديد صار الرجل اسمعوا حتى تعلموا المنكر بعينه صار الرجل يبيعه عندما يترزموا الزكاة يكون عليه كذا من حقة أو كذا من جذعة أو بن لبون على سبيل المثال في المواش قال هذا هو قال بنصه قال يكون كذا من جذعة في هذا اللفظ ويبيعها وتكون مقابل خفصة مئة بالعملة الموريتانية أو هكذا جميع فيقول للزوج أنت أدراب الفقراء مني ويعطيها لها ويتوزع الفقراء هذا نوعان مهلا ما سمعت به في حياتي كنت أتعجب لما قال هذه المسألة استغربت الأمر استغربت الأمر كانت تقص علي قصة قد قصت علي أحد الأفاضل قصة عن مرابط لحمد زيدان عجيبة وكانت يعني في غاية العجب ولكن هذا هو العجب بعينه قال رحمه الله تعالى في ذلك الوقت الذي فيه ما فيه من العلم والبر قال النساء في هذه الأيام مالكات لأنفسهن وأزواجهن أعوان لهن على هلك فأنا عندما رأيت الحالة ووصل لها قد النساء في هذا الزمان مالكات لأزواجهن وأزواجهن مالكات لأزواجهن وأزواجهن عبيد مطيع حقيقة رجل يرعب خواطر يرعب خواطر الزوجة لا تجعلن عرضا بأهام الصونة وعرضا فتمنع عن معونا كما في الكفاف كأنه خرج عن القيمة هو ابتداء بدأها ببيع القيمة لذلك مشهور مثلا مالك عدم الإزاء ولكن يا ليتنا وصلنا إلى تلك الدرجة بعد ذلك خرج عن الخلاف إلى حالة الاتفاق أن الزكاة لا تزيو صار يتبع بأخواطر زويته ما بقي له معنى دعني مما يفعل في الأعيال ماذا سيفعل هو سيقول لها افعالي ما شئتي في أموالي ستكون هي تعطي لأهله أنتم تعلمون هذا في موريتاني من أعطى للعائلة الفلاني أطتهم زوجته فلان فلان ما أطت أطت لأخته كذا وعطت لأخيه كذا هذا خصوصا في العيال وعطت لأبويه كذا وكان هو مسكين يعني عبد مملوك مال العبد لسيدي مع أنكم لا تقبلون العبودية الآن هذه مشكلة كبيرة وأنا لا أعارض شيئا أن الحكومات لا أعارضها وأمريكا لا أعارضها لأني لا أقدر على معارضة شيئا ولكن الواقع هذا مال العبد لسيدي هذا مال الزوج لسيدته أنتم الآن تقولون في الشريعة أن العبودية ظلم أعوذ بالله السميع العليم لماذا لا تقولون أن هذه العبودية أيضا هذا زوج حر قد يكون شريفا قد يكون عالما قد يكون عربيا قد يكون مسلما طيبا هذا ما أفاده هذا كله صار مال الزوج لسيدته مال الزوج لسيدته مال العبد الزوج لسيدته يا تعطي منه كذا ما أعطات أعطات لأخته كذا يوم العيد هو ما يمكن أن يحلم أن يعطيها شيئا ولكن ستشكر هي غاية الشكر فيكون أهله عبي وهو عبد والناس كلهم يمدحونها بالمعصية وهو مسكين قط قط في بيته لا يملك لنفسه نفعا ولا ضره لا يملك لنفسه ضره ولا نفعا هذه الأحوال ما هي فائدة علينا هذه الأمور الآن ما هي فائدة علينا هذه الموضة هذه موضة غربية هذا أنا أخبركم عني لقنا هذه حالة الغربي الزوجة تملك الزوجة تتحكم فيه تحكم السيدي في عبد المملوك غير المشترك المملوك ملكا كاملا ما فيه يعني شردم لا واحد في المئة خارج عن ملكه كامل العبودية هذه حالة الله هذا ولي تريدون أنتم والنبي صلى الله عليه وسلم مسئلة عائشة رضي الله تعالى عنها عن من هو أعظم الناس حقا قال أما الرجل فأمه وكما قرأت رضي الله تعالى عن وفأمه أما الرجل فأمه وأما الرجل فأمه وأما المرأة فزوجها هذا الزوج لعطيه له مقام فوق الأم لصارت تملكه الزوجة أحقر وأحقر أحقر من عبد المملوك أما الأبناء أعوذ بالله من حال الشياطين أبناء يملكون الكل يملكون البيت يملكون الأم ويملكون الأب ويملكون ما يملكون والجميع يجري خلفهم وما درس من الفسال إذا جاءت الأعياد هذا فقط يعني هذا كلام تاضي العشر الحجة ورمضان وهذه موضة هذه موضة هذه ليست عبادة العبادة طيلة السنة ولها شروط وأركان وتصحيح نيات ألا لله الدين الخالص وأعبد ربك حتى يتيك اليقين وإنما لأعمال بالنيات وإنما لكل منه ما نواه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال الإمام البخاري مركزا على معنى هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم أنا لا تفعل فعلا ما ليس لك به علم شرعي حتى تضعه على الميزان الشرعي قال الإمام البخاري باب للعلم قبل العمل قال شراحه لقول الله تعالى فعلمنه لا إله وقال ابن المونير أجمع العلماء على أنه لا يحل المكلف إن يفعل بأن حتى أعلم حكم الله وقال ابن عاشر ويقف الأمور حتى يعلم ما مالله فيه وقال الأخضري والعالم الجليل وابن عاشر أيضا عالم الجليل مغربي وذلك جزائري وهم من قرون ابن عاشر من القرن التاسع وذلك من القرن السابع والثامن وإمة هدى في الأصول وفي المنطق وفي البيان وإلا أنهم رحمونه قد كتبون عن المقدمات قال الأخضري المقدمته ولا يحل المكلف إن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه وقال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقل السعود لا بد أن يسأل العلماء ثم قال من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفت الحضاء وليس في فتواه مفتن يتبع لم يضف للعلم والدين وراء وهذا هو قول الأخضري ويقتدي بالعلماء العاملين التابع لسولة خير المرسل قال ابن عاشر ويقف الأمور حتى يعلم ما مالله فيه مشكلتنا العبادة مع الجهل مشكلتنا اتباع الموضة بدون أي فهم للواقع ناس تتبع الموضة وتعتقدها عبادة وهذا هو حال النصارى واليهل ما عندهم شيء تعلق أصلا بشيء معقول ناس فقد ترعرعوا يرون آبائهم وجماعتهم تسيلا للكنيسة تسيلا لأيام مخصوصا يفعلونها فصار المسلمون كأنهم يفعلون ذلك بدون أي معرفة بأي شيء ويتقون أن هذا عباد ناس تبري مساجد وتجتمع فيه في مواقع الختمات في مواقع الجمعة في مواقع الاحتفالات حتى الزواج وهذا عبادة فقط هذا عرف استهدروا الله هذا عرف كأن هذه العبادة صارت عرفة فقط لا يزيد على هذا لا بد من تصحيه الأعمال ووضعها على الميزان الشرع وضعها على الميزان الشرع ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله به نغرهم قال ابن عاشر ويزين الخاطر بالقصطاس أي بالميزان الشرع ولا قول قال ابن أبي زيدنا القيرواني الإمام الأصر إمام مالك الأصر قال ولا قول ولا فعل واللانية لله بموافقة السنة فالجل في هذا الزمان الفاسدي والمؤدي كثرة المفاسدي ولقد صدق أمير المؤمنين علي المبي طالب رضي الله تعالى عنه ويقول قصم ظهر رجلان عالم متهتك وجاهل متعبد نحن نتهتك نتهتك ونتعبد مع الجهل نتهتك ولكن هياتة أن نكون لنا عالم ما عندنا عالم الذي يتكلم هو الجاهل مدع وجاهل مقتد ضعوف الطالب والمطلوب جاهل مدعي ينقل من هذا إلى هذا عندما يأتي أيام للحجة ينقل من هذه الصفحة إلى هذه الصفحة أو يأتي العسر الواخر من رمضان ينقل من هذه الصفحة إلى هذه الصفحة ويتبع أقوال العلماء في الترغيبات والترهيبات في أسمع الجاهل آخر هذا الناقل جاهل والسامع ناقل جاهل والشميع الجاهل يعني يجعل الخبيع بعضه على مطلوب فأركمه جميعا فيجعله في جهنة أعوذ بالله من هذه الأيام ألا بئس هذا العصر عصرك يا دهر وبئس المساء والصبح والظهر والعصر تعاطوا ضلالات تصد عن الهدى فما هي إلا الفحش والفسق والنكر تزيوا بزي الروم جهلا بشرعهم إلى آخر الأبيات العجيبة أجيب عجيب عجيب لا صارت تعبد الله تعالى بالمعاصي والعياذ بالله تعالى لا بد من الأخص الأمور من الشريعة وتطبيقها أرجعوا إلى ابن عاشر وارجعوا إلى الأخضر وارجعوا إلى الرسالة وارجعوا إلى الزبد في مذهب الشابع وارجعوا إلى مقدمة الإمام النووي ونور الإضاح والهداية في المذهب الحنبي وغير ذلك من مقدمة المذهب الأربعة وقرأوها مصححة على ناس بسطى ما زالوا على حال عاد زالوا على الطبيعة الإنسانية لم تليم هذه الدنيا وزخاربها ولم تشغلهم هذه الموضة ولم يغيروا الدين وعبود الله تعالى وعبود ربك حتى يأتيك اليقين وعبود الله تعالى بهذا المنهج السليم واتركوا عنكم هذه الأفكار الشديدة التي جعلتكم تعبدون بدون علم وجعلتكم يعني تتبرعون بدون علم وجعلتكم تصومون بدون علم ودارتكم تصلون بدون علم وتبنون المساهل بدون علم وتبعلون كل شيء بدون أي علم وبدون أي فهم وأقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على محمد وعلى أني محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أني محمد وبارك على محمد وعلى أني محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أني محمد في العالم إنك حمد المجيد عدد خلقك ورضاء ناسك وزينة عرشك ومدادة كلماتك سبحانك اللهم وبحمدك السلو الله لا إلا أن تستغرق لا إلا أنت لأسفا لأسفا